اشتركوا في القناة او 119 اللي بنسميه المزمور الكبير هفكركم تاني ياريت لو نصلي كل يوم قطعتين او ثلاثة من المزمور ده نتزوق كماء جمال كلمة ربنا فيه والايتين اللي هناخده من النهار ده اية 17 واية 18 من المزمور ده بتقول الاية كافئ عبدك فاحيا واحفظ اقوالك اكشف عن عيني فاتأمل عجايب من نموسك ايه هي المكافئة يقول فيها داود النبي كافئ عبدك فاحيا ايه هي المكافئة اللي بيطلبها داود النبي هل يطلب الحياة يعني طول العمر يعني على الارض ولا يطلب حاجة تاني ايه المكافئة اللي بيرجوها داود النبي طبعا المكافئة اللي بيطلبها داود النبي ما يقصدش بها انها تكون ابدا مكافئة ارضية لكن تكون مكافئة سماوية يعني كل فكر الانسان المسيحي يكون متعلق بالسماء مش بيطلب هنا نتيجة انه ماشي مع ربنا حاجات أردية لكن دايما الإنسان المسيحي ينتظر المكافأة الحقيقية في السماء عشان كده ربنا يسوع المسيح نفسه قال لنا ان لو جيت تصلي ولا جيت تصوم ولا جيت تقدم عمل خير لحد ليكن في الخفاء أبوك الذي يرى في الخفاء هيجازيك علانية بس مش العلانية المقصود بها يعني يجازيك هنا على الأرض لكن يجازيك في السماء احنا ننتظر الأجر بتاعنا دايما والمكافأة تكون سماوية في السماء كافق عبدك فأحيا والحياة برضو المقصود بها هنا مش طول العمر لكن المقصود بها الحياة التي ترضي الله فممكن واحد يعيش سنين قليلة على الأرض لكن يرضي الله فيها وفيه واحد يعيش سنين طويلة وما يكونش في ذهنه الله خالص فالمقصود بها أن الدين يا رب أن تكون حياتي مردية أمامك وممكن نفهمها برضو الدين يا رب الحياة الأبدية يبقى هيدي أجمل مكافأة سماوية أكون أنا إيه منتظرها كافق عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك طب الحياة الأبدية المكافأة أوصل لها إزاي؟ حفظ أقوال الله كلمنا قبل كده إزاي نحفظ؟ ويعني إيه نتمتع بكلمة ربنا في الكتاب المقدس وعشان كده يقول الآية اللي بعديها اكشف عن عينيه فأرى عجيب من نموسك يعني إيه بقى؟ اكشف عن عينيه فأرى عجيب من نموسك في العهد الأديم كان اليهود عندهم نموس موسى ولكن بوليس الرسول فكرونسوس الأولى أصحاح أربعة يقول لهم إن كزاي كان فيه برقع على وشهم فما كانوش شايفين وفاهمين كلمة ربنا فيقول إيه بوليس الرسول فكرونسوس الأولى أربعة من 13 إلى 16 ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بني إسرائيل إلى نهاية الزائل بل أغلصت أذهنهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد القديم باقي غير منكشف الذي يبطل في المسيح يعني عاوز يقول إن هم بيقروا العهد الأديم ومش شايفين المسيح فيه بسبب البرقع على وشهم لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم يعني قلبهم مش قادر ينفتح بالإيمان ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع ودي شفناها بالضبط في حياة بولس لما كان شاولة ترسوسي وإزاي إن هو كان بيقرأ العهد الأديم وحفظه ولم يرى المسيح فيه فكان بيتطهد المسيحيين ولما آمن بالمسيح وقاب المسيح في الطريق وحنانيا صلى له وقعت أشور من عينيه بدأ يقرأ العهد الأديم بشكل مختلف فما كان بيرى المسيح في العهد الأديم يبقى كان فيه برقع على عينه وبرقع على قلبه وما كانش شايف المسيح في وصية الإنجيل عشان كده إحنا بنصلي نقول له يا رب اكشف عن عينيه نفسي أشوفك في الكلمة الكتاب المقدس نفسي أشوفك في الإنجيل نفسي أشوفك في حياتي اكشف عن عينيه فقرى عجيب من نموسك ودي برضو نقدر نفهمها بشكل جميل تاني لما ينجي واحد يقول أنا بقرأ الإنجيل قريت الإنجيل قبل كده كتير وخلاص أنا خلصته ليه أره تاني ليه أقرأ نفس الكلام مرة تاني وتالت ورابع لأن في كل مرة كأنك بتاخد من كنز يقول كده بقى يخرج من كنزه جدداً وعطقاء ففي كل مرة تقرأ الإنجيل تكتشف فيه معاني جميلة ما كنتش أخد بالك منها وتبقى كبير وقرأت الكتاب المقدس كتير وفي كل مرة تكتشف فيه معنى جديد عشان كده يريت لما تيجو تقرأ الإنجيل كمان صلوة جميلاً صليها علموها لنا قبل ما نقرأ الإنجيل أقوله تكلم يا رب لأن عبدك سامع أو أقوله اكشف عن عيني فأرى عجيب من نموسك يبقى كأني بطلب من ربنا يفتح وداني أسمع كلامه يكشف عيني عشان أشوفه في الإنجيل ربنا يكون معاكم كل مرة وإنتوا طيبين لربنا المجد دائماً أبدياً أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر